اشتركوا في القناة انتشر هذا الكتاب ووصل هذا الكتاب بيد بحر العلوم هذا العالم من اللي كان إلى حكايات عجيبة في لقائه مع الإمام الحج صلى الله عليه بعد مدة النراقي مؤلف الكتاب اجي إلى النجف الأشهر في زيارة أمير المؤمنين صلى الله عليه فزاره كل العلماء كل علماء النجف زاره النراقي إلا عالم واحد ما زاره من ذاك العالم بحر العلوم وهو العالم المعروف المشهور ما زار النراقي الناس تعجبوا ليش؟ النراقي فكر أنه هو ما زارني طبقا للقواعد القادم يزار بحر العلوم لازم يزور النراقي مؤلف جامع السعادات قال ماكو فرق هو ما زارني أنا أزوره إن راقي مؤلف جامع السعادات راح زار بحر العلوم خلافا للأصول الاجتماعية بحر العلوم مع تنابيه ما دار لبار أي مثلا عالم جاي بدأ بالزيارة تفضل مع تنابيه مثلا مساكم الله بالخير مع تنابيه أنه هذا عالم معروف متمهر كاتبين في أكثر العلوم كان في المعقولة والمنغوب بحر العلوم مع تنابي النراقي ما قال شي نراقي وراح رجع إلى آمد المفروض الآن بحر العلوم يرد الزيارة على النراقي ما رد الزيارة على النراقي قال هو ما رد الزيارة أنا أروح لمرة ثانية أزوره ما يخالف فأجي النراقي زار بحر العلوم مرة ثانية في بيته بحر العلوم مع تنابي النراقي في المرة الثانية جدا موقف محرج كان حقيقتا رجع النراقي مؤلف جامع السعادات إلى بيته فكر يزوره مرة ثالثة مرة ثالثة يزور هذا العالم فذهب إلى باب بيته قالوا لبحر العلوم أن النراقي في الباب فركض بحر العلوم حافيا إلى الباب هذا اللي معتنا به في المرتين الأوليين واحتضنه وقبله واحترمه احتراما شديدا وأجاء به إلى صدر المجلس وأخذ يحترمه احتراما كبيرا في المرة الثالث ثم قال بحر العلوم للنراقي أنا قريت كتابك جامع السعادات من أول إلى آخر شفت خوش كتاب في الأخلاق أنا ردت أشوف فعلك مثل قولك لو يختلف فعلك عن قولك أنا ردت أمتحنك بهذا العمل فوجدت أن فعلك كقولك حقيقة هذا الكتاب كتب من واعظ متعظ وأنت بنفسك كتاب في الأخلاق مو فقط كتابك هو كتاب في الأخلاق أنت بنفسك معلم للأخلاق وكتاب في الأخلاق حقيقة شوف هذا الموقف من النراقي رحمة الله عليه يزور ذلك الرجل اللي هو ينبغي أن يزور مرة ومرتين وثلاث مرة ويهينه ذلك العالم يعني لا يعتني به وهو يرد الزيارة عليه مرة بعد مرة الحقيقة واحد يحاول في هذه الأشهر وفي هذه الأيام أن يعتني بهذه القضية ويستمد من الله سبحانه وتعالى العون على هذه النفس الشريرة الإنسان لازم يدعو اللهم احفظنا من شرور أنفسنا لأن أهم شر يأتي للإنسان من قبل نفس الإنسان اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا قد أفلح من زكاها فقد خابع من دساها